كنت مرحباً لأنه يلعب ضد النجمة على ملعب بيروت البلدية بعد 20 سنة ونحن نتعامل 1-0 ومتظر بالمجرد وكان مجرد كان رائعاً كانت 22000 من المشاهدين النجمة شارعون تي شيرت ويصرخون وقدموا عني وقدموا في طايفة لذا كان هذا المدرسي موسيقى جيد بول أنا أول شي انت جيت على البودكاست من وراء شخص اللي هو كمان هو الجول كيبر طبع فريق الحكمة وأكيد كمان هنحكي عن هالموضوع بس أول شي بدألك welcome و thank you لأنه طلعنا ريفيرل من حضن كتير بحب الفوتبول وكتير عم بشجع كمان البودكاست وحابب أنت تحكي أكتر عنه فأول شي بدأ بلش بالإكسفيرينس طبعولتك كلاعب فوتبول وأكيد بلشت مع الحكمة وفيه هستري كبيرة كمان مع بيا كميل أكيد تحكي لأميل وحنحكي عن كل هالموضوع بس أول شي كيف بلشت لعب الفوتبول لك صراحة يعني البيت عنا كان كل جو فوتبول كان باية أميل عم توني أخوالي نازيه وينان كلهم كانوا لعيبة فوتبول بالحكمة وأكيد يعني أنا أول أول ستابس عملتهم بحياتي عمل عب الفوتبول كان عمري سبعة شهور بفرنسا بيفيشي سو من أنا وصغير كان عندي الشغف يعني أنه أتبع هاد اللعبة وفولو دستابس اف مايداد يعني وكوني بلايير ليك هم ودات سوات عيدد يعني بلشت من عمري صغير بفرنسا كنت بكلير فونتان عمل الاستاج بكلير فونتان مع جون ميشيل لاركي وشوي شوي رجعنا على لبنان كنا عايشين برات لبنان بوقتها أيام الحرب رجعنا على لبنان بالتسعينات أول التسعينات وانضمت لفريق الحكمة الفئات العمرية من الأندر سورتين للأندر ايتين لعبت بكل الفئات وبنفس الوقت اتدرجت وطلعت ولعبت مع الفريق الأول عمر 16 سنة ونص كان أول مشاركة لأيلي مع الفريق الأول بالدرجة الأولى وانطلقت من وقتها وبفرنسا لعبت فوتبول أو كانت شيء مخص بالفوتبول بلا بفرنسا أكيد كنا عايشين بسترسبور وبفترة من الفترات بباري وكان دائما يعني باية أو أهلة حتى أمي أو أتا كان باية يكون رايح جاية على لبنان كانوا يسجروني لعب فوتبول وأنا كنت لعب وين في جاردن وين في محل وأعمل رفقة من وراء الفوتبول من أنا وصغير يعني وهذا الشيء اللي يمكن أعطاني الأج وقت هرجعت على لبنان كان عندي تكنيك الأج على غيره بالفئة العمرية تابعته الدائل إكسبرينز كانت حلوة بفرنسا وقت لعبت فوتبول وأدي أنت مثلا بتشوف أنه بلبنان معنا هيدا إذا بدك اللي بيهتموا باليوث وبعتات أنت شخص كتير بتحب كمان تهتم باليوث يعني هلو أبدأ نوت كتير بس بعتات بالكوتشين كارير طبعوله كتير بتركز على اليوث والديفالوبمنت أدي الإكسبرينز تبعوتك بفرنسا أثريت عهلا أنت كيف أنه يكوتش والأبروش مع اليوث أكيد هي بالنهاية كلها إكسبرينز يعني إن كانت إكسبرينز أنا عشتها من أنا وصغير وتعلمت منها وكبرت على أساسها أو إن كان شيء تعلمت على كبر بالكوتشين كارير تبعيته أكيد يعني بالنهاية ديوث تبعى الفوتبول يجب أن تعمل وانا أحب أن أعطي أعطي من أعطي من أعطي كل شيء عشتوا بحياتي كلاعب فوتبول وتعلموا بالكوتشين كارير أو أي أعطي بالكوتشين كارير تبعيته إنه تجعلوا هذا هذا فيدباك لهالصغار لا يقدروا هني يمشوا على هالخطة وليش لا أكيد يسبقونا وبأشوات كمان صح وإنت بلشت وطلعت مع الحكمة فريق الأول بلشت تلعب وطلعت أول سيزن جبت جول وطلعت كان عمرك 16 سنة أو تاني سيزن بعتقد وطلعت تقريبا على 18 سنة صحيحية هي أول سيزن أول سيزن بلشت فيها أنا كان يعني أول ماتش لعبته ضد فريق النجمة كنا خسرين 1-0 وعياتلي الكوتش لولا بايفا كان الكوتش البرازيلي عياتلي إنه تو أنتور يعني أنا أنا كنت شوكت يعني عمر 16 سنة ونص كان في كتير إصابات بالفريق وفي لعيبة موقفة فنزلت من الجمهور يعني الماتش اللقابله كنت مع الجمهور نزلت من الجمهور على البنش إنه أنا لست أتوقع أن أتوقع صار في عنا إصابة بالجيم كمان فاللي صار إنه عياتلي لأتطلع أنا أنا كنت شوكت إنه بلعب ضد النجمة ملعب بيروت البلده بعد في 20 منت ونزلت 1-0 عم طلع بالكراود يعني إطواز 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 22,000 فانز نجمة شيرحين لالتيشرت سابغولون وعم بصرخوا ودنة طايفة هذا كان هذا كان أول مرة أول مرة أول مرة أول مرة أول مرة أول مرة ضد الرسينج ونقضت 6-1 في أشرفية ديربي حكمة رسينج ودن صار في أصة أنا وبي من وراء المدرسة معايد خليني ألعب دورين أول مرة السيزن لرجعت لعبة السيزن ونقضت أول مرة وانطلقت شو صار مع بيك بدأ عارف على أنا شو القصة صارت المدرسة القصة المدرسة كنا طالعين على جيم التالت يلي كان مفروض ألعب كستارتر فيه ضد السلام صغرتها وإز نحنا وبالبس طلبنا أنه نفل شوي بكير أنا أنا كنت لميز لسا فاخترعت له خبرية أنه الشباب أصحابي بلشوا دخان وبلشوا ألكول وبلشوا هيك فقلب علي وحطني بالحكمة لأنه كانت مشكلة اليسان وبيخلصوا الساعة أربعة وتمرين فريق الحكمة الساعة تنتين سو وات هابند أنه بالحكمة بالمدرسة بيخلصوا واحد ونوس سو عملت فيلم طويل عريض لأقدر أنقل المدرسة انتقلت على الحكمة فنحنا بمدرسة الحكمة طلبنا أنه في البكير يوم مثلا لأنه كان عنا جيم بزغارة كان الماتش بترابلوس كان ضد سلام زغارة فعساس أنه روح أنا مع الفريق طلعت وقعد أنا بالبولمان وإذن بيطلع أستاذ الفيزيك غسان نسيت عائلتي وصراحة بس بيطلع أستاذ غسان على البولمان كابتن كيف قال له حمد الله منيح قال له نسيت خبرك قال له شو ما بي كان أستاذ كمان بالحكمة قال له قال له شو قال له بول جاي بترواس يرسان على بالفيزيك أنا قدمت كيف مكان بس مشان للاحق روح على الفوتبول معي يطلع من وراء قال لي طع قال لي شو في قال لي نزال وهيك سائبة أنه ركز على درسك ووقف الفوتبول هلا أنه بي كان كتير قاسي علي بفترتها أنه لازم نخلص مدرسة فوت عالجامعة اتخرج من الجامعة بعدين إذا بدي عندي وقت إلعب فوتبول بلعب فوتبول لأنه بالنهاية هو عايش جو الفوتبول كله صوا بلبنان وبيعرف إنه الفوتبول ما بتعم يخبز بلبنان والحلقة الأضعفية اللاعب ما كان بدو إينا امشي بهيد الكارير يلي هي it's a very difficult career وإتو a very difficult steps to work on لأنه للأسف في لبنان we're not professional at all and we depend on one person يقرر الممول أو الداعم بيقرر إنه ما يرد على تليفون أو ما يدفع ما فيك تعمل شي يعني أول شي كتير حبات القصة تاني شي وقت نقلت على الحكمة قد الجو الحكمة ويعني جو الحكمة كمدرسة وبعدين قد تفوتوك بفريق الحكمة اللي هي فوتبول أو الباسكت وقدا بتحسون لويال يعني قدا الولاد من الحكمة لويال لفريقون وقدا يتخرجوا من الحكمة بتحس إنه عندك إنفايرمنت واحدة كيف حسيتها غير عن الليسي يعني حتى أنت بالمدرسة صح ما نحنا أنا بلشت بالحكمة بال جران 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 دوز يام وطراينا نسافر لأنه علقة الحرب بوقت بال 87 88 صارت فطراينا أنه نسافر عشنا بفرنسا ال88 89 ورجعنا بال91 على لبنان كانوا أهلي إنه لازم نحنا نركز على اللغة الفرنسوية ونركز على المستوى العلم كان المستوى العلم بالليسي أعلى من المستوى بالحكمة كان أراب أكتر يعني فاللي صار أنه رضخ بي لرغبة أمي أنه يروح على الليسي وعشت هال 7-8 سنين بالليسي لحد ديت السجوند وقت بصف السجوند أنا شفت أنه بالليسي صار الدوام بيخلص الساعة أربعة بينما بالحكمة على الساعة واحد ونص وما بقى في يكمل فوتبول أنا اتوز اتوز لك كل شي عملته بعلمي هو لا أقدر ألعب فوتبول وشتغلت وعملت دبل مايجور وماسترز وكل شي بس كل شي في الفوتبول فوطرحت على الحكمة توز توز لك مي دريم أنه أنا بلشت بالحكمة بدي اتخرج من الحكمة و ما حد هو أنه الجو أكيد الحكمة اللي شربان ماي من مدرسة الحكمة بيعرف شو يعني الحكمة وعننا الشغف كلنا لفريق الحكمة والبرايد إنه نلبس القميس والبرايد إنه نروح نشجع الفريق ونروح قبل بأربعة ساعات على الجيم لننطر الفريق ونشوف اللعيبة يعني كان هذا الجو اللي كنا عايشينه كيف أنا بالتلميذ براميار عم بلعب مع الفريق الأول أصحاب اللي عم بيشوفونا حدهم بالصاف عم بيشوفو يشجعوني نهار الأحد عم بيوقفوا بالمدرج عم بيصرخوا يعني هذا كانت كان واحد من الأول أصحاب التي أفعل في كارير وهنا اللعنة بول في شغلي كمان أنا أطعت بالحكمة سنتان وكمان غيرت مدارس كما أنت قلت وكتير حسات وطرحت على الحكمة الانفايرمنت كان كتير أسعدني إنه حب الفوتبول وحب السبورتس وكتير يعني بيعطوا أهمية بالحكمة اللعايبة والتلميز بيعطوا كتير أهمية للعايبة فهدي الإكسبرينس طبعو لت بالحكمة السنتان كانت كتير أصير وكتير حلوة وكتير أثرت علي أنت كيف بتحس الامباكت طبع الحكمة بأثر كمان على حياتك اليومية مش بس بالفوتبول صحيح هلأ بعد شوية هنحكي عن الموضوع لكن الهدف اللي أنا عم بشتغل عليه وهو الإكسبرينس اللي أنا عشته من أنا وصغير يلي كانوا اشتغلوا عليها بالسبعينات والثمانينات أنه الفريق الحكمة فرق الحكمة الفوتبول والباسكت انطلقوا من المدرسة الحكمة يعني من فرق المدرسة وهي هيدا اللويلتي يلي بيلعبوا الأميس وبحبوا النادي وبحبوا الفريق وبحبوا المدرسة هي اللي كانت الدعم الأساسي وكانت بتذكر أنا وصغير أنه كانوا ياخدونا كل الصف مثل ما هو نروح نحضر مطوشة الباسكت ومطوشة الفوتبول وهيدا الشي خلق بذكرتنا أنه نحنا one day it's a dream for us to become players for this team فأكيد إن كانوا أسادت المدرسة أو إن كانوا التلميذ أو إن كانوا الأنسيان يعني فيه هال هال شو بسموه يعني الهاريتاج it's being transmitted from generation to generation يعني بالعكس يعني بتحس أنت أنه أنه you have to be a player for Sages Club لتكون أنت إنسان ناجح أو أنت توصل للهدف تبعك صراح وبدأ أرجع شواء لورا كتير لورا كمان بيك أميل كمان لعب فوتبول ولعب مع الحكم بس يعني اللعب بعتقت ما برفض إذا غلطان أنا صلح لبعتقت شي 22 years مع الحكمة وعيش يعني بالإنفايرومت الحكمة كل الوقت ما غير أنت بالكارير تبعولتك بلشت مع الحكمة بعدين غيرت فرق كيف كان تغير من فريق لتسي من الحكم للأنصار أو للراسينج لك نحن عشنا يعني الحقبة اللي عاشها أميل مع فرق فريق الحكمة كان فريق المدرسة فريق الحي فريق الأصحاب فريق اللي كان كبروا مع بعض وربوا مع بعض وبفترة من الفترات كان أميل هو بلاير بوقتها مقصومة دورة شرقية وغربية ربحوا بطولة الشرقية two times هي للأسف ما نذكرت بالتاريخ بالاتحاد اللبناني لأنه كان في اتحاد الشرقية واتحاد الغربية تنذكر وما تنعاد هدل الأيام فنحسبوا للأنصار وما نحسبوا للحكمة بينما مثلا بألمانيا كان في ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية نحسب كانت هيدا هيدا الحقبة هي أجمل حقبة يعني بتاريخ نادي الحكمة أميل وقف عمره 36 سنة أو 37 سنة وانتقل للكوتشين كارير تبعيته بينما أنا عشت الأمجاد تبع الحكمة يعني كنت أنا مع الفريق بالتسعينات كمشجع وكولد صغير وعن بلعب الفئات العمرية وبلشت الكارير تبعيته بالتو تاوزند تاوزند وان سيزن بلشت مع الفريق الأول لحديت التو تاوزند سفن فلتة من الحكمة يعني جاني كتير عروض من التو تاوزند وان لتو تاوزند سفن لأترك الفريق ولكن بمطرح من المطارح أنا كنت حابب أنه أعمل إكسپيريينس برا بي ما خلاني لأنه كان كان شايف شوي لقدام أكتر وقتا تقدم أولمبيك بيروت وسنة 2002-2003 وكنت أنا عامل أحد من الموسم اللي قبله كان بدهم ياخدوني بمبلغ كتير كبير للنادي ومبلغ كتير كبير لأله وكان هيدا ديفياشن بوينت بالنسبة لأله يمكن كنت ما كملت علمي بلحظتها دخل دخل أميل وما خلاني روح لهنيك والسن اللي بعدها فرط أولمبيك بيروت وما عد فيه تيم اسمه أولمبيك بيروت وقتها البنك المدينة والأحداث اللي صارت فبهايد الفترة كان فريق الحكمة نحنا 2000-2001 خلص الفريق بال وليتغى الدورة بال2001-2002 خسرنا البطولة عفرق نقطة واحدة بالفنال الشهير ضد النجمة عالمدينة الرياضية كان أكبر حشد جماهيري يومتها بـ 18-05-2002 بعدين الفريق صار فيه هبات وطلعات ونزلات بريزيدون أطوان شويري على يرحمه ترك الفريق بال2004 وصار فيه بناد الحكمة لحد ديت 2007 بال2007 كان فيه عندنا شوية مشاكل مع بعض الإداريين بالنادي وكانوا عم بيطالبوا برحيل أميل ورحيلة عن النادي يعني رحيلنا نحن عن النادي الحكمة وأكيد نحن اليوم بها الفترة كنا يعني متل ما بيقولوا أم الصبع يعني أميل 41 سنة متتالية بالنادي وأنا كان الكرير تبعيتي ما بعرف غير الحكمة تركنا النادي مثل ما بيقول المثل لا تكره شيئا لعله خير يعني لقلكون السن اللي بعدها لعبت مع الأنصار وخسرت اللقب على فرق فرق الأهداف خسرنا اللقب السن اللي بعدها بالألفان وتمانية ألفان وتسعة ربحنا البطولة كنا سوى أنا وإميل بالنجمة وربحنا بطولة لبنان يعني كانت أول بطولة لأن وهذه يعني رجعت من بعد لعبت مع النجمة لعبت مع الأخاء علي سيزن رجعت رجعت على الحكمة لعبت معهم بالدرجة تانية ساعدنا الفريق لإطلع الدرجة أولى ولكن رجع التغى التغى الإياب تبع الدورة وصار في مشاكل بالاتحاد ورجعت عادت المرحلة كلها وساعدت بوقتها ظروف المالية بالنادة كانت كتير صعبة وما قدرنا نرجع نجمع الفريق لنرجع نلعب إياب عن جديد وما قدرنا نطلع على الدرجة أولى بسنتها فرجعت تركت النادة هون كانت المصيبة الكبيرة إنه كيف بدأ قلو لأميل إنه جايين عرض من وهو الأنسب لقلة وحكمة يعني كانت دوربي اللي نحنا كنا ننام ونقوم إنه نحنا نحلم إنه مين بسجل بالتاني ونفس الحي ونفس المنطقة وأصحابنا من هون وأصحابنا من هون والتزريك عدير من دار يعني ف كانت كتير صعبة لقلة إنه إنه قلو بدأ إلعب مع راسينج هدا الموسم اللي جاي ولكن الرياكشن تبعيته كانت صدمة لقلة قلت له جاييني عرضات كتير ولكن الأنسب لقلة مع شغلة كنت بصغل ببونغ بيروت بفترتها هو نادي راسينج هم قال لي أنا معك لعب معهن وما في أي مشكلة وشو في يساعدك حساعدك فهون كنت كنت الصدمة إنه وصرت عم بنكزو إنه هل عم أنت ويعيش ربين شيف لشيف ف لعبت مع الحكمة وقالله يرحمه بسام همدر الصحاف الشهير بجريدة الشراع كتب يومتها إنه هل يعقل بول أمير رستوم بنادى الحكمة بنادى الرسينج ابن ابن مطران الحكمة يعني بين هلالان يعني كان يسمى أمير بالرياضة كمطران نادي الحكمة بنادى الرسينج ابن مطران الحكمة بالراسينج فهيدي كانت الصدمة لعبت موصمين جيدين أول موصمين لعبتهم كتير جيدين مع النادى خلصنا ثالث وثالث مرتين لأول مرة بأربعين سنة بتاريخ النادي لانه اخر مرة نادي الراسينج خلص بالمركز الاول كانت السبعين بالتوب سري والسبعين او واحدة وسبعين ومن بعدها معاد خلص بالتوب فور يعني فكانوا موسمين جيدين بلشت الموسم التالت كنت عم بلعب من افضل مواسم تبولة وصار عند الانجوري بالاي سيال وصعدت الفريق اللي يبقى بالدرجة اولى كاسيستنت كوتش هون بلشت الكوتشين كارير تبعيتي انه مع فريق الرسينج طلب مني انه كون انا الكوتش رفضت هذا الشي لانه بالنهاية انا بعت حالي professional football player بلعب للقميس اللي انا بالبسة I fight for it I give everything I have for this jersey بس انا ابن الحكمة انا I wanted to start my career as a coach بناد الحكمة so I refused to be the coach I helped the team I contacted موسى حجاج a friend of mine a player a legend and he was a coach back then i helped him I was assisting him to help the team to stay in the first division and we did our job وفي عملي سيزنة، أخبرت أن أردت من مجدداً وقد أخبرت من مجدداً بيضافة عشرة مجدداً في الوقت من مجدداً وكان عمري 32 سنة أخبرت لأجلسة أنه ربحت كل شيء فيك تربحه في لبنان أشعر في المملكة الدولة حقبت 8 أولاً إلى 10 أولاً كانت متقطشة بسبب الدراسة و بسبب حرب 2006 و اللي صار بلبنان So it was the moment for me to start in all the work of my playing to coaching و هيك بلشت in my own academy كانت بلشت فيها بالتوتوزنت سيرتين و اي ستارتدت بالدكواني بلشت اعطي الاهتمام اكتر بلشت اعمل الشهدات تابولي رحت ع كلير فونتان عملت ديركتور تكنيك دوجان ديركتور تكنيك الفورماسيون تابع الجان ومن بعدة بلشت مع الارسلل مع افسي بارسلونا و مع الاتحاد الانجليزي مع الاتحاد الامريكاني عملت كذا كتير موجلز اشتغلت على حالي مع الاتحاد الاسيا والاتحاد اللبناني اشتغلت كمان على حالي مع الفيفا عملت fifa coaching instructor i coach the coaches يعني i instruct the coaches وعملت كل الليسنسي تابولي انه الـ C-Level للـ A-Level وهلأ ان شاء الله سون in one or two years I will do the Pro-O-License حالو بول كتير عم حب اذا بدك كأنه عندك جول انت ومشن انه تكبر حالك باللعبة بس بدي ارجع شواله وراء قلت شهلتين اول شي واتا بيك اميل ما خليك تروح لبرة تسافر قلت لك انت رايحة يوروب وقلت لك لا خليك هيدا بس ديسيجين وبعدين وقت قلت لك تترك الحكمة قلت لك اوكي no problem انسا حسيت في شي غلط اول شي شو اكتر شي تعلمتم من بيك وكيف حسيت الديسيجين او الرأي تبع بيك في قصص يعني انتظلمت فيهم وفي قصص كتير ساعدوك لك هو بالـ 2002-2003 مش لقع عارة يوروب كان على أولمبيك بيروت بلبنان وقت اجتها ليلات الممول تبع بنك المدينة وكان هو عم بيعملوا وكانت البجت فوق الـ 2 أو 3 مليون دولار وكان شي huge بوقتا هون ما خلاني لانه شاف انه انا كنت اول سنة جامعة انا عايش شفتد كنت رايح عامل متلك فيزيوترابي لانه انا توني is my mentor توني is my uncle توني is my friend يعني كان توني دايما قريب لقلي اكتر بكتير من بي باية عنده هادي البوستشور عنده الديسيبلين عنده الكاريزما يلي بكتير اوات بتخاف انك تقله بونجور يعني انه قد ما بيكون قد منه سيريوس وقد منه هيك يعني شقفة واحدة متل ما بقوله فتوني بالعكس كان 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 my friend كان my advisor كان my mentor كانت انا حابب انه اعمل فيزيوترابي وهو كاني شجعني انه اعمل ميتين دو سبور فانا رحت على اليو اجي عملت التست دابتتوت باليو اجي وقدمت ونجحت اخدت اي بلاس فيه وعملت الكنكور تبع التست تبع الفيزيوترابي ونجحت وانقبلت اخدت المساري ونازل انا على اليو اجي بلتقى بصديقي صديقي الطفولة طارق كرم انه جاهله تحية اكيد طارق كان a very big influencer in my career يعني بلتقى فيه عحد ما درست الحكمة انا نازل الناتر سيرفيس لانزل على اليو اجي لأدفع القسط لأتسجل بقال لي انت شو عامل وين رايح تقول له رايح على اليو اجي لأدفع قال لي لي رايح اليو اجي بالعكس انه اذا رحت على السيستان فرانسي ما رح تقدر تلعب فوتبول بقى ورح نخسرك وطارق ايوازي very big supporter اللي يعني فقالت له طب شو بدي عامل بدي اتعلم وبايا ما حيخليني يلعب فوتبول اذا انا ما تعلمت فقال لي طاع معي طاع معي على الانديو طلعت معه بالسيارة ورحنا على الانديو وصلنا على الانديو تأهلوا فيه كانت قاطعة الديدلاين بوقتة مشانا الريجيسترشن عملولي واصع عميد السبور وعميد العميد فوق فعملولي الدوسيار تبعي وقدمت على computer science رجعت عالبيت قال لي باي شو عملت طلو تسجلت بالانديو قال لي كيف تسجل بالانديو انه اساس رايح الريجي تعمل تعمل ميتسين او تعمل فيزيوتيرابي قلطلو ايه لا بالانديو بتعلم يومين بجمع تي تي ايتش بخل الساعة ثلاثة بضل في عندي وقت لألعب فتبول كيف تعمل هيك ما كيف تعمل هيك مهم اتدخل خالي يونان اللي عايش بأميركا اناعو انه computer science is a very good major to do ولازم تدعموا فيها لانه هيدا الفيوتر فهونا لعبنا اللعبة متل ما عملناها تقلنا من اللي الساعة الحكمة تقلنا من الاسجي على الانديو وعملت computer science خلص computer science عملت business computing جعت عملت mba in marketing and management سو كله كان كان الوقت بنسبني لأقدر نزم حياتي كلاعب فوتبول ونفس الوقت كخلص علمي لأقدر أوصل لأرجع لسؤالك انه كيف تعمل وكيف تعمل يعني circumstances اللي كنا عايشين فيها هي اللي عملت الفرق انه قبل بال2002 2003 كان باي شايف انه الفيوتر طبعا نادي اولمبيك بيروت وقال لي اياها بوقت اللي ما في شي بيطلع طلوع بسرعة غير ما بيرجع وينزل نزول بسرعة يعني ما في فريق بيخلق بلحظة بيضاين على long term انت انت طور بالعكس بعدك عم تكبر بعدك عم تتأسس يمكن يحربوك يمكن توصل على مطرح تلعب مع اولمبيك يحطوك على البنش وما يلعبوك بينما هون بالحكمة انت عمل الستار واليونج ستار وكلهم بيحبوك وانت بتحب النادي والنادي بيحبك فكبار بعدين روح هيدا كانت بال2002 بينما 10 years later ورحت عنده عم بلله انه I wanna play for راسنج لانه كان بالنهاية راسنج was the most convenient for me لانه قريب علي قريب عشغلي بقدر تكس بالبانك بخلص البانك بقدر تكس بنزل دغري على التمرين كانت كانت كتير suitable لقالق انه كون بينما اجاني عرض للتضامصور اجاني عرض من الشباب الساحل اجاني عرض من العهد بس كان توقيت التمرين وكان الوكيشن التمرين جدا و لا يمكن للي ان اجعلها وانا من النوع اللي اذا ما بتمرن ثلاث اربع ساعات بنهار لتحرك مي لفل اي بريفر توقيت لانه ماناك مضطار انه حدا يقل لك شو بعدك عم تعمل بأرض الملعب صح صح كدير حباتل كمان بدي ارجع شغلي كمان كابتن رودع انتر كان عم بقلي انه اولمبيك بيروت عمل السنة ويجع فرط وهو كان بيوروب و كان عم بياخد رأي العالم انه لازم كان بده ينزل وكمان سمع من خيه بعتقت او من غير حدا او هو بعتقت من حاله وباقي بيوروب ما كان عم يقدر يعمل هالمبلغ بس هيدا الانفستمنت او الديسجن بوقتها كان يطلع بعدين لانه عارف بعدين هيقدر يطلع هالقد مصاري فدايما ما بعرف اذا بيك الايدل وهذا السؤال تاني مين الايدل طبعولك او مين المنتور اذا بدك اكتر شي الاسر عليك بالكارير لك كايدل كفوتبول ايدل اكيد عندي كبلايينج ايدل ولا اصدق ككوتشينج او كايدل او كايدل او كايدل كبلايير كبلايير كان عندي اه اولا كان ماركو فون باستن لانه انا كتلعب كنمبر 9 فماركو فون باستن كان هو ايدل من عام لسبع سنين ثمانية سنين و اي لفد اي سي ميلون فور هم يعني دان اريك كونتونان وقتا انتقل عام الشيسر يونيتد كان كمان اثر فيه كتير لحد ديت ما ظهر الظاهرة رونالدو لبرازيل الفينومنو هو هو ايدل هو ايدل ايدل ايوستو ادريم كالعب مثله او جرب اوصل لقاله يعني بالنهاية كان نمبر 9 مثل ما انا كتلعب ولكن اللعب تاني فهني هولت ثلاثة الايدل ورونالدو هي ميد ما شفت فرم برسلونا كنت انا حب إي سي ميلون رجعت صورت حب كمان إي سي ميلون ومانشستر يونيتد دان وقتا اجا رونالدو لبرازيل على برسلونا صورت حب برسلونا دان صورت اكره برسلونا وقتا ترك برسلونا صورت حب ريال مدريد صورت حب انتر ميلون رجعت حب وين راح رونالدو صار تحب الفرق هو نزع الدني نزع الدني كله ولكن اصاباته كانت كتيرة وحرام يعني كان هي كدها بين ما كنا سمعنا اكيد ماسي ورونالدو ماسي وكريستيانو وامبابي هن اجوا بزمن في السوشيل ميديا وفي كل كل هالوسائل الاعلام يلي شو ما يعملوا منشوفهم وبيضخمون وبيجملون بينما رونالدو لبرازيلي عايامه كنا نقرأ الجرايد وكنا ننطر لكي بدي ديماش نهار لأحد عشية لنحضرون فما اخد حقه اعلاميا والاصابات كثيرة اللي تعرض له كمان ماعطته حقه ومين المنتر تبعولك عم نحكي بلبنان المنتر اكيد يعني المنتر اذا بدك يعني اتوازق الميكس بين توني بين اميل كانوا يلعبوا الوان تو سوا يعني كان توني هو الفرند الاكتر اميل هو الاستاذ الاكبر يعني دايما روح اشتكي لتوني عا اميل انه كتير عم بيقس علي بفوتني نام الساعة ثمانة ونص عنا ماتش بعد ثلاث اربعة ايام لا بدي نام ثمانة ونص لا اصحابي بروحوا بيصهروا انا ما فيه اصهر يعني يعني كان اميل هو يعني اتسميكس بيناتهم ما فيه يقول اميل ما فيه يقول توني يعني اتنايناتهم كانوا يلعبوا الوان تو مع بعض واحد كان يكون قاسي علي واحد يكون يقطع لي فاتنايناتهم كانوا بوس منترز اللي كانوا داي شيبت اب ماي كرير حلو هلأ بنا نفوت شوية بالكوتشينج كيف بتحفص الفوتبول من زمان باللبنان غير عن الفوتبول هلأ يعني حتى باللبنان من زمان ملاعب ما كان فيه كتير اذا بدك ميديا ما كان فيه كتير بس كان لبنان يعمل نتيج او كان كتير هك ناتشرل هلأ الفوتبول بتحسه كتير مركب باللبنان والعالم كأنه مش طيقته كيف بتحس ككوتشينج وايز لبنان من قبل الفوتبول وهلأ لك ما حدا ينزع مني بس السوشل ميديا نزعت كل شي باللبنان نزعت اللاعبة كلها باللبنان يعني اليوم اللاعب بيتصور بيعمل سالفي بيعمل تيك توك بيعمل ما بعرف شو بنزلها بيجيب ألف ألفان 3000 لايك بفكر حاله صار الستار هو بينما بالعكس نحنا ايامنا كنا نتمرن 7-8 ساعات كنا نفل الساعة 7 من البيت 8 للصبح يعني أول ما نوع الصبح نفل من البيت بالصيفية معنى لتعتم الدنيا لنرجع عالبيت كنا نتمرن مثل الوحوش يعني بينما هلأ الولاد اللي بيتمرنوا مسجلين بأكاديميز بيتمرنوا 3 تايمس بر ويك 4 تايمس بر ويك يخي 5 تايمس بر ويك ساعة 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 أو ساعة وربع أو ساعة ونص which is not enough نحنا كنا نتمرن هللخمسة أيام الساعة ونص per day كنا نتمرن كلهم سوا every day كنا نتمرن 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات نلعب فوتبول نرجع عالبيت سود تيابنا سود ركبنا سود اجرينا سود مجروحين كنا نلعب الفوتبول بأيامنا إذا بدك تعمل تحليل صغير كنا much more technical than this generation يعني بعرف أنا كل اللعيب اللي كانوا يلعبوا كل اللعب قادر يعمل dribbling عن لعب واثنين وثلاثة بينما هلأ انت الفوتبول is more tactical is more specific يعني اللعب they are better than us tactically they are better than us specifically physically يعني عندهم endurance تبعيتهم أعلى عندهم الفوتبول الفوتبول يعني الفوتبول كونديشنينج تبعهم أفضل من الفوتبول كونديشنينج تبعنا نحنا كنا مور أتليتس كنا مور أغريسيف كنا مور كان في مور strength بلعبنا كان في ملاعب الفوتبول كان تتأثر كتير يعني الملعب الحشيش الطبيعي أو الرمل كان بالنسبة لإلي أفضل بكتير من الملعب الترتان وملعب الجزون الارتفاكي لأنه أول شيء أقل إصابات وتاني شيء لعبة أسرع إذا بدك تعمل بس small comparison حط حيالله جيم بيوروب مش حقلك ريال أو حتى حيالله جيم بدك تحطو حط جيم وحط جيم تاني للدورة اللبنانية كأنك هون حطو على 2.0 على الواتس السبيد وهون حطو على 0.5 لأنه نحن 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 اللاعب اليوم اللبناني بيستلم الطابق بيعلي رأس وبيفكر لمن بدو يلعب على اليمين على الشمال لقدام لورا بينما اللاعب الأوروبية بيعرف شو بدو يعمل بالطابق قبل ما يستلم وهيدا الشغل اللي أنا عم بشتغله ومع الكوشين ستاف على الفئات العمرية أنه يعرفوا شو بدو يعملوا بالطابق قبل ما يستلموا قبل ما تجيون الطابق يكونوا عارفين الbody position طبعا الorientation where to go where to play how to think forward how to play forward how to move forward يعني الفتبول تغير كتير صار a science ف جيلنا جيلنا كان يعمل نتائج جيلنا كان يعمل نتائج مش عام بإلك انه كنا نروح كاس عالم وكنا نربح عكل الفرق بس جيلنا كان يعمل good results كنا نربح على اللي حوالينا البلدان اللي حوالينا كنا كنا نخسر بصعوبة كنا نربح على far east ب high results يعني نلعب مع المالديف مع سرلانكا مع سينجابور مع كل هول الفرق المنتخبات كنا نربح لهم 3 و4 و5 بزعل وبتأسف انه نحنا صرنا مش نحنا ترجعنا لورا هن كتير تقدموا ونحنا بقينا مطرحنا يعني نحنا كان لازم نواكب التطور طبعا الفوتبول يكون في دراسات اكتر لل للأجهزة الفنية بالمنتخبات يكون في نلحق one school يعني مثلا European school Spanish school German school French school يجي اجهزة فنية كاملة من الصغار لالكبار يعني يكونوا كلن على نفس school اليوم ممكن ظروف ما بتسمح ظروف المدية ظروف الكورونا ظروف الاتحاد ما سمحت له انه يشتغل عادي الستركتر ان شاء الله ان دو مين ان دو ان دو نير فيوتر ممكن يقدروا يعملوا هيدا شي ونرجع نلحق حالنا ونرجع نطلع طلوع ان شاء الله وليك اي احلى جول انت جايبه بمسيرتك لك جايب جوال حلوين يعني فيه كتير جوال حلوين وجوال مهمين يعني جول من الجوال بتذكروا اخر جول لعبت لعبت ضد ترابلوس عمل عبت ترابلوس انه كان اخر جول اي سكور في كارير اجبته من تقريبا من هاف هاف دو كورت يعني اتو كورت ورقبت معي اتو اتو كنا 1-1 اي سكور 2-1 وان 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 ثلاث بوين تا 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 وان نرجع عالكوشنج كتير عامل غير بس عالكوشنج انت بلشت مع اليوث صح يعني بلشت مع الناشئين صحيح اديه حلو وقديه غير تبلش مع الناشئين تشتغل معهم وبعدين تعمل ترانزيشن ع فريق الاول او بعدين تعمل كوشنج لفريق الاول لان انت بلشت مع الناشئين بدأ عارف كنت حب انو اعطي ومرن ولد صغار والعب معهم واتسلى معهم فبلشت كان عمري ممكن شي 22 23 كنت سامر كامس اطلع ساعد الفئات العمرية بالحكمة اطلع امرنهم اطلع اعطي من وقته بس اكيد ما كان ما كنت دارسة متل ما درست بعدين فبلشت بهاي الفترة وقاتا خلصت الكرير تبعيتي وتعلمت واخدت الشهادات بلشت مرن بلشت مرن بالاندر 12 اندر 14 اندر 16 اندر 18 اندر same time كنت مرن كل الفئات العمرية يعني 3 years ago كنت عم بحكي من فترة صغيرة مع حدا مسؤول بالاتحاد عم بحكي انا ويا قلت له انا كتير مبسوط انو حسس حالي اشتغلت 15 years بها 3 years قال لي ليش قلت له لانو كنت مسؤول عن 5 فئات عمرية عم بمرن 5 فئات عمرية اللي كانت تبعي جمع سابت احد عم بكون on the court مع 5 فئات عمرية يعني كانو عم بعمل 5 years in 1 year ككوتشين كاكسپيريانس كا كا كدفلوبمنت كنت عم بكون كتير مبسوط لانو عم بقدر اثر بهالفئات العمرية كلها وعم بقدر اعطيهم ووصلهم المطرح ما انا بدي يوصلوا فا اشتغلت كتير مع اليوس وكانت نصيحتو لايميل دايما وانو خليك مع اليوس لانو هيدا العالم يلي فيه البراءة هيدا العالم يلي بتقدر انت تجيف مور امباكت لالولاد تفورم دم ليسيرو باتر بلايرز ليوصلوا عالفريق الاول انا كنت شوية صغيرة مستعجل صراحة وحابب انو انو اوصل عالفريق الاول بأسرع طريقة فا كمان واتكت عم بمرن الخمس فئات العمرية كنت بنفس الوقت عطاعت الكهربا يا ما بأس فيك الكفة نحنا عصر جي welcome to Lebanon welcome ايه فنحنا كنا كنا بفترتها بلشت ساعد ساعد بالفريق الاول coaching stuff عمل scouting reports عن عن التيم تبعنا scouting reports عن الفريق اللي نحنا بدنا نلعب ضده هوني هيك بلشت كسكاوتينج ساعد وقعطي افكار وقعطي ideas how to play the next game السنة اللي بعد ادخل بريزيدان يحشوشي وطلب شخصيا انو انا كون ضمن stuff طبع الفرست تيم لانو شايف الشرل طبعي وشايف شو عم بعمل فهي بليفد ان مي وانا يعني i will always be grateful for him لانو هو بالنسبة للي مثل مثل اميل يعني وبعرفه من انا وصغير كان يعني كان بتفيك تقول a member of our family و و و he is still اكيد يعني and he will always be ف فكتير تخانق مع اميل بمطارح انو لا لازم تعطيه الفرصة لبول بول لازم هيدا وقته كان اميل مور رتيسنت لانو بالنهاية he is my dad و وبيعرف انو العالم الفوتبول بالدرجة اولى غير عالم الفوتبول بالفئات العمرية يعني اليوم اي حدا ما بيحبك اي حدا بيغار منك اي حدا ما بده ايك انك توصل بيفتح فيك اكاونت بيقوس عليك بيجيش عشرة خمسة عشرين واحد وما كان بده اياني لتو ايكسبرينس ديس ولكن بالنهاية اكتاف اعراض و I am building my career لانو I am ready for this career قد ما في ناس تكون ضدك اذا انت بتعرف حالك انك شو عم تشتغل وشو عم تعمل وشو الهدف اللي انت بدك توصله حتوصله اكيد فا I was very grateful last year البرزيدان اللي يحشوش لساعته فيه و اكيد very grateful لأيميل لانو I was his assistant coach ولكن he gave me all the the freedom انو انا كون to design the practice sessions to design the practice week to prepare the games حتى even to take decision during the games يعني who to change what to play اي استايل اي لعب لازيم يلعب كان بالنسبة لعلي متل استاج عملته under the supervision for me of the best lebanese coach يعني ف دل سيزن كان من بعد ما شاف شو عملت للاس سيزن اتنع ايميل كمان اكتر انو it's my time to be the coach وكان في اصرار كتير كبير من الرئيس النادي ومن لجنة الفتبول انو انا كون the coach for this season واكيد ام دون my best وانشالله الفريق السنة he has an identity he has a way of play he has a style of play وانشالله شوي شوي بيصير الفريق عم بيعمل نتيج منيحة وبيقدر يوصل لمطرح مكلنا مدنية بول انا كتير مبسطة عمتل اليوم الباطرة اسمعك وسمعنا عن جد اخبار انا مش سامعون و thank you بديرلك یہاوهووووووووووووووووووووووووووووو اشتركوا في القناة